اشتركوا في القناة انك تنفض بمعنى اصح لكل اللي بيتقلق من المحبوطين بحاول على قد مقدر ان انا مسمع لهمش لو ان هما اصلا كلامهم مش مهمة بالنسبة لي وبشوف التارجت بتاعي فين وافضل مركز عليك مالوش علاقة بالناس على قد مالي علاقة بالفكر التفكير والهاوت سينك ان انت تكون انسان بتقدم طاقة ايجابية ما بتتأثرش بعوامل الفشل اللي حواليك بتعافر هو ده اللي بيخليك ما تشعرش بالسلبيات اللي حواليك او الناس المحبوطة اللي حواليك لا دول طبعا ما ينفعش ان انا اسمع لكلامهم لان هم هيرجعوني الورا من الشيطان اللي عني لقدام فما فيش لازم ان انا اسمع لكلامهم خالص اي اي انسان ناجح او او مضيق زي ما بيقولوا لازم تتفق معاه وتختلف معاه وفي الاول وفي الاخر احنا بشار عندنا عندنا مميزات في حاجات وعندنا سقطات في حاجات تانية يعني فده وارد في كل المجتمعات يعني يعني هما دول يبقوا ناس فشلة مش مش قادرين هما يوصلوا لنفس الليفل الناس التانية النكحة وستخدم بشوف ان هو معرفش ينجح زيه فهو بيحاول يطلع العيوب اللي فيه فبيحاول يظهرها على قد ما بيقتر انت لو راجل ناجح والدنيا تمام معاك وزي فانت مش محتاج تتكلم مع اي حد في اي حاجة انت بتتكلم عن نفسك اجد عندك وايز داحل ومش محتاج ان انت تبس الاخبار السلبية عنك والكلام فبس كل اللي محتاجه ان انت تقول النجاح من هنا دي ناس فاضية مش عندها اي حاجة تشغيلهم يعني لو نكحين في شغلهم او عمالهم مش هفكروا كده لكن هيا ناس فاضية يعني عندهم حاج داخلي لو فكر في شغلي وطبعا وحاول يعمل زي الناس الناجحة طالما انت مقدمتش حاجة ملكش حق تنتقد الا لو انت قد بناء ممكن يحسن شخصية حد لكن انك تنتقد بلا هدف عشان تحبط حد ده فعلا حاجة ملاش لازمان اشتركوا في القناة